هنا القاهرة عاصمة الخبر أهلا بكم القوة الناعمة هي السلاح ومصر الأول منذ عشرات السنين ولذلك موسم دراما رمضان موسم مهم جدا الكثير من المسلسلات تفتح وتطرح الكثير من القضايا والموضوعات المهمة معي النهاردة لقاء مهم جدا لإسم استطاع أن يكون قريب من قلوب المشاهدين بأدوار متنوعة ومختلفة من داخل كواليس مسلسل مهم وهو حضرة العمدة معي حسين داغر أهلا بك أهلا وسهلا بك رمضان كريم الله يخليك الله وأكرم حضرة العمدة واحد من المسلسلات تطرح قضايا مهمة ربما قضية لها علاقة بالمرأة كمان ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا المسلسل هذا الموسم وهذا الدور مختلف عن الأدوار السابقة يعني ليس دور كوميدي كما عهلا ده حقيقي يعني أنا الشخصية مختلفين عن الحاجات اللي أقدمتها قبل كده يعني فيها بوعد إنساني كده يعني جميل جدا وحس إنساني لأن دوري أنا اسمه صلاح درغام دهيشة اللي هو ابن كبير عيلة الدهيشة اللي هو درغام دهيشة اللي هو أستاذ أحمد بدير مفتحة لأن الجزء الخاص ده من المسلسل ده جزء فيه دراما الشغيرة يعني من الآخر كده دول الأشرار بتو العمل يعني اللي من خلالهم منطرح فكرة بقى كل الشخصيات السلبية اللي في المسلسل ما عادة صلاحة هو ده بقى الغريبة في الدور يعني هو طلع في وسط النبت الشيطاني ده زهرة كويسة كده طيبة بتغير الأحداث سماما في وسط اللي بيحصل يعني كدرامة المسلسل يعني استعدت لدور إزاي؟ والله أنا أنا أول ما قررت دور حبيته أنا أول ما استلمت الحلقات من أستاذ عاد الأديب وهو اللي رشحني فقعدت مع أول قعدة شرح لي الدور قال لي بص أنا عنديش غير الدور ده الوحيد اللي فيه توست في الشخصية إنه بيتحول من الشر للخير بشكل ماي يعني فقال لي أنا مهتم بيه جدا أنا وأستاذ إبراهيم عيسى وأستاذ إبراهيم عيسى وأستاذ إبراهيم عيسى لما طرحنا اسمك عليك كترشيح قال فعلا حسام ده غير مناسب جدا للشخصية ولكن تخوفت شوية إنه الناس تعودت عليك تشوفك بأضواء الكوميدي؟ والله لا أنا أصلا بقدم الدراما والكوميدي جنب بعض برا للي يعني يعني عملت قبل كده الدراما في مستوثيات زي ابن حلال وزلزال ووعد لكن الموضوع هنا مختلف المرة دي الموضوع مختلف لأنه هو بيتحول من شرير لطيب يعني بيتغير حاله فالموضوع مختلف غير لما تبقى شخصية على وطيرة واحدة هو شرير طول العمل أو مثلا طيب طول الوقت أو مضحك طول الوقت لا الموضوع مختلف يعني هنا أنا حاس إنها بشتغل على شخصية فيها نقلات ولازم النقلات دي تمان متدرجة يعني مش فجأة كده فجأة تحول من حل لحال فده معمول على مقرر الحلقات حلوة جدا ككتابة الورق والقضية مهمة عايزين نعرف المنسلسل بيدرح قضية خاصة بالمرأة إزاي؟ ورأيك كمان في فكرة القوى النعمة وطرحها الكتير من القضايا المهمة وخصوصا المرأة لفترة الأفيرة؟ هو واخد من خلال شخصية العمدة فكرة التنوير يعني مش كراجل أو ست يعني اللي هو المفوضة ده يكون موجود بشكل عام إن الناس تروح في اتجاه التنوير يعني إحنا نبقى بنبص الأمور مش بناخدها بقى كمواريس أو كتابوهات ثابتة مفوض ما نغيرهاش أبدا لازم الناس تتطور وتتغير مع الوقت فمنفعش بقى إحنا مثلا الناس في القرى وكده عندهم مواريس ثابتة كده معينة ونفضل إحنا نتعامل معها على أنها دي حاجة مينفعش نيجي ناحيتها أبدا لازم الناس تتنوير مع الوقت وتبقى دمخة يعني بتتطور أكتر مع الوقت بدليل أن الأجيال مش زي بعض يعني الجيل اللي قابليه غير الجيل بتاعه غير الجيل اللي بعديه كلما نتطور أكتر في الزمن الأجيال الحاجات بقى بتتطور معها سوشيال ميديا ففعش نحن نبقى وقفين عند التقالي مثلا في الخمسينات أو قابلي كده كمان أو الموروث من سنين قديمة ونثبته فهو ده اللي بيتكلم فيه أستاذ إبراهيم أن وفكرة التوازن أيضا بين عملية تنوير ولكن هذا ليس يعني البعد عن العادات والتقاليد لأنه دائما بيحصل خلط في موضوع لا العادات والتقاليد اللي هي السوابت الاجتماعية اللي هي بتترسخ وتتربى من جيل لجيل دي ما لهاش علاقة أنا بتكلم على المفاهيم الغلط يعني المفاهيم الغلط اللي ممكن تكون بتتورص هو ده اللي من خلال اللي احنا شفناه في المسلسل هو ملخص مصر كلها في القرية اللي احنا بتدور فيها الأحداث يعني هو عامل تل شبورة لإسم المدينة اللي احنا بنتكلم فيها أو القرية اللي احنا بندور فيها الأحداث هي بالنسبة له يعني عامل فيها كأنها مصر ومقسمها كشرائح اجتماعية كل الطبقات فجاي فيها كل عناصر اللي ممكن تكون موجودة يعني في المجتمع يعني وطارح كل المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا الطبيعية من خدال تل شابورة درجة نوع ميح حركة لطيفة جدا في التمثيل أن عادة القرى عندنا يأما صعيد يأما وجه بحرين احنا عاملين لهجة جديدة في المسلسل علشان ما يبنش احنا فين يعني ما يبنش مثلا ان القرية دي في الصعيد ولا في الريف اللي هو مثلا الريف اللي هو الواجه البحري عاملين لهجة كده خليط بين اللهجات علشان هي بترمز لمصر القرية مش ما هيش أزمة قرية في الصعيد ولا أزمة قرية في الواجه البحري وده زكاء بصراحة من أستاذ عادل اللي أنا بجد أول مرة أشتغل معها وحبيت شغلي معها جدا هي فريق العمل مختلف وأسماء كبيرة بداية من الإخراج الكتابة مرورا بفريق التمثيل بشكل عام حيئة أقولك حاجة أقولك حاجة اللي هنا احنا بحسنها طول الوقت ان احنا ايه في مباراة تمثيلية يعني كل المشاهد كل ناس بتعملها بإتقان طول الوقت يمكن عشان وراء ده مخرج شخطر وفاهم ازا يا أستاذ عادل أديب يعني فاهم جدا وبيحب الممثل جدا وفاهم الوراء جدا والسكريبت والشخصيات فلما بيجي الكلمة يقول لأ صلاح ميعملش كده صلاح يعمل كذا تنساش ان صلاح عمل كذا يعني طول الوقت هو شايف الأمور بعين ملمة كده فدي ميزد أستاذ عادل يعني الواحد ما يشتعل مع مخرج فاهم ده مريح جدا 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 للممثل وسلام بقى لو المخرج يحب الممثل يعني هو بيحب الممثل هو بيحب يطلع منك أحسن حاجة يعني يطلع منك يعني هو عارف ان أنا عندي أحسن فيقول لأ لسه فيه أفضل لسه وده حاصل أوريدي مع روبي وحاصل مع كل ممثلين يعني احنا فيه أجيال برضو مسلسل ده صحيح تنوع الأجيال تنوع أجيال رائم يعني أستاذ صلاح عبدالي صلاح مالبدير أستاذ سميحة أيوب يعني وقى كده الجيل بقى اللي هو الوسط يا أعتبر وقى كده فيه جيل شباب بقى على ذكر الأجيال أنا لافيت منظري جدا انك ذكرت فكرة ان هذه القرية تمثل مصر وانت فنان يعني طبعا ليك باع طويل وسنوات وأدوار مهمة ولكن من الشباب المصري أيضا ايه أكتر الأضايا اللي سيترحها المسلسل يعني حسس انها فرقت معاك كمواطن وشاب مصري وأيضا كموماس والله يبصي أنا مش عارف إذا كان ده يبقى فيه حرق ولا لا أهل المسلسل بس المسلسل لا فيه أضايا كتيرة الناس هتحس انها عصري طبعا حقيقي حصلت مثلا فترة الأخيرة دي في مصر فهيلاقوا ان ايه ده ده الموضوع ده شبه اللي حصل في فترة كذا ده شبه قضايا معاناة نقشت من فترة هو أستاذ برايم عيسى جايب القضايا دي كلها وغزلها بشكل فني جدا مع الأحداث بحيث ان هو ايه زي ما قلتلك ان تل شابورة القرية مثل مصر فاللي بيحصل في مصر بيحصل في تل شابورة يعني بشكل درامي بقى أكتر فأنا جات لي فرصة أنا كحسين داغير ان مثلا فيه نوع من القضايا دي كنت محتاجة اعبر عن رأي الشخصي بشكل عام ميبقاش حتى يعني ممكن اكتبه اه على سوشال ميديا اكتبه على الحاجات دي بس لا انا عايزة عبر بشكل واضح عايزة صحح مفاهيم غلط عند الناس كلام ده بشكل فني اه بشكل فني حاست ان دور صلاح اداني الفرصة لده يعني اداني الفرصة لده فعلا وعجبتني يعني احداث انت طويل الوقت في حالة تسبانس كده زي ما بيقولوا كده جاني بيقولك يعني يعني بيقعادك طويل الوقت على حرف الكورس يعني عاوزة تعرف ايه هيحصل يعني قفلت كل حلقة ايه ده طبعا هستنى لسه البكرة عشان عارف اللي حصل ده هينتهى على ايه فدي ميزة في في الاسكريبت حلوة قوي يعني فالناس طويل الوقت مش عاوزة ايه هيحصل حاش متوقع ايه هيحصل يعني انا مش عايزة اخذك من التصوير لكن الاسامي اللي بكرتها كمان من فريق العمل الفنان احمد بدير فنان اسميحة ايوب يعني اسامي كبيرة وطبعا حال عديد السيد الحد بدير عامل والدي في المسلسل اه اكيد اكتر انا مبسوط جدا ان انا شغال معاه جدا لان احنا بدير تطلع عملها تربينا على فنه صحيح وتربينا على اداءه اذا ما احد نتكلم في الكوميدي والتراشدي فهو بنسبالي السورس بتاعي في المدرسة نفسها اللي انا شغال فيها يعني هو بيعمل الكوميدي حلو قوي بيعمل الدراما حلو قوي اللي مستوصلات واعمال عظيمة تربيت عليها زي الزيني بركات وحاجات انا ما بشوفه وما بشوفش احمد بدير انا بشوفه الشخصيات بشوف الشخصيات كتير اللي هو عملها فوقعت بصص له كده بتعامل مع تاريخ فهو التمثيل معها كمان كواليسه ممتعة جدا يعني ما فيش اي حاجة متأثر بيها جدا من الشخصيات اللي بتقدمها لان؟ اه لا انا انا متعاطف جدا مع صلاح فتلاقيني داما في مشاهده حتى زي ما اقوله كده الداما بتيجي لوحدها يعني انا ما بيحصل مشاهد فيها انسانيات عند صلاح او تعاطف لانه كمان بتحطي في حتة كده في الاحداث صراع اخلاقي وضميري فدي متبروزة جدا في المسلسل الناس عايزة تقول يا ترى هو هيروح فاني يصف فانا عامل ده الحمد لله بطريقة يعني كويسة يعني مبسوطين هما بينها جدا ان شاء الله نتابع واتمنى لك كل التوفيق نورتني حسام داغر ونورت صباح جديد والقاهرة لاتبارية الله يخير ليك شكرا جدا رمضان كريم شكرا على اكرم مشاهدينا كان لقاء مع الفنان حسام داغر وحضرة العمدة مسلسل من المسلسلات القوية في موسم رمضاني قوي جدا